بين باريس وواشنطن على خلفية أزمة الغواصات عقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين اللقاء الذي أسهم على ما يبدو في إذابة الجليد بين البلدين قد يسهم في إنهاء أزمة الغواصات مع الزميلة مروج إبراهيم نستذكر محطات هذه الأزمة وكيف نعكست على العلاقات الأمريكية الفرنسية مساء الخير مروج لقاء مهم اليوم بين الرئيس بايدن والرئيس ماكرون ربما يكون بداية إذابة الجليد كما أشرنا قبل قليل في العلاقات بين البلدين ومن هذا المنطلق مهند نستذكر تاريخ العلاقات الفرنسية الأمريكية هذه العلاقات التي مرت سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو بريطانيا بتوتر حاد إثر توقيع أستراليا اتفاقا أمنيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ألغت بموجبه صفقة لشراء غواصات فرنسية تعمل بالوقود التقليدي وشراء أخرى أمريكية تعمل بالوقود النووي بدأت الأزمة عقب إلغاء أستراليا في الخامس عشر من سبتمبر الماضي عقدا أبرمته في العام 2016 مع فرنسا لشراء غواصات تعمل بالوقود التقليدي عدد الغواصات المتفق عليها 12 غواصة تبلغ قيمتها 56 مليار دولار أثار القرار غضبا فرنسيا كبيرا وصل لحد وصف وزير خارجيتها ما حدث بأنه طعنة في الظهر واتهام أستراليا بالكذب قررت فرنسا استدعاء سفيريها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أستراليا عقب الاتفاق الأمني وإلغاء صفقة الغواصات امتدت أبعاد الأزمة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف أن يتدعى ماكرون دول الاتحاد الأوروبي للتخلي عما وصفه بالسذاجة في الخامس من أكتوبر زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين باريس التقى مسؤولين فرنسيين رغم حديثه عن تقدم لم يتغير الموقف الفرنسي كثيرا في 22 أكتوبر جرى اتصال بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إمانويل ماكرون تفقا خلاله على إجراء مشاورات لإعادة بناء الثقة وعقدة اجتماع بينهما التقى الرئيسان جو بايدن وإيمانويل ماكرون في روما اليوم على هامش قمة الدول العشرين ضمن مساعي احتواء الأزمة تسببت أزمة الغواصات في واحدة من أكبر الأزمات في العلاقات داخل أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يأتي لقاء بايدن وماكرون وما سابقه من اتصال بين الرئيسين طبعا بين الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي ضمن محاولات احتواء الأزمة حتى لا تؤثر على التعاون الأمني بين أطراف الأزمة المباشرين وداخل حلف الناتو إذن مهند لقاء اليوم الذي عقد بين الرئيس الفرنسي والرئيس الأمريكي على خلفية طبعا أزمة الغواصات الشهيرة يمكن أو ربما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأزمة قد يعني هي صفحة طويت بالفعل أم أن يعني ربما لم ينتهي الأمر بعد على الأغلب ستطوى مروج لأن العلاقات بين هذين الحليفين علاقات تاريخية وتقليدية ربما فرنسا كانت بانتظار هذا الاعتذار أو هذا الاعتراف الأمريكي بنوع من الخطأ والرئيس بايدن اليوم قالها يعني ما قامت به الولايات المتحدة لم يكن على قدر كبير من اللياقة بالإضافة للهجة التقدير أيضا من رئيس الأمريكي تماما وهو قال نحن باستطاعتنا أن نعمل مع فرنسا في أي مكان في العالم ولا يوجد حليف أوثق وأقوى من فرنسا للولايات المتحدة وبالتالي يبدو أن الأمور أخذ في التحلل إذا جاز التعبير أو التحلحل بمعنى آخر شكرا جزيلا لك مروج